مرحبا بكم في حلقة اليوم نقدم لكم تحديث سريع حول أسعار الذهب والدولار والعملات بالإضافة لأحدث المستجدد في أسواء الدواجن والبيض والحديد والأسمنت والخضار والفكهة واللحوم اليوم الأربعاء 17-4-2024 تابعوا معنا عشان تشوفوا آخر التحديثات لأسعار السوق المصري ولكن قبل ما نبدأ عاوزين نصلي على الحبيب محمد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وما تنساش تتابع الصفحة عشان يجيلك كل جديد إن شاء الله وتعمل لايك للفيديو عاوزين نوصل في هذا الفيديو لـ 6000-7000 لايك كمان وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأسعار ما تنساش تملأ تعليقات بالصلاة على الحبيب محمد سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 17-4-2024 بيحرص الكثيرون على متابعة أسعار مواد البناء خلال الفترة الحالية خصوصا بعد تعرضها الموجة من التذبذب ما بين الارتفاع والانخفاض ومنها أسعار حديد التسليح وخام البلد وده اللي انعكس على باقي مواد البناء في مصر سجل حديد عز حوالي 46-717 جنيه لطن سجل سعر حديد الجرحي حوالي 46-300 جنيه لطن سجل سعر حديد مصر استيل حوالي 38-000 جنيه لطن سجل سعر حديد المراكبي قيمة 40-500 جنيه لطن سجل سعر حديد الكومي 37-000 جنيه لطن سجل سعر حديد الجيوشي 37-500 جنيه سجل سعر حديد بشاي 40-700 جنيه أسعار الأسمنت سجل سعر طن أسمنت الرمادي 2-72 جنيه سجل سعر طن أسمنت النصر 1700 جنيه سجل سعر طن أسمنت المسلح 1750 جنيه سجل سعر طن أسمنت العسكري 1960 جنيه سجل سعر طن أسمنت تورا وحلوان 2170 جنيه سجل سعر طن أسمنت السويس 2105 جنيه دي كانت أسعار الحديد والأسمنت معانا النهاردة مع آخر تحديث لأسعارها بالتفاصيل سعر الدواجن والبيت في مصر اليوم الأربعاء 17-04-2024 شهدت أسعار الدواجن تسليم أرض المزرعة تراجع ملحوظ بحوالي 5 جنيه ليهبط سعر كيلو من 85-80 جنيه ويصل المستهلكين ما بين 85-90 جنيه في المقابل تراجع سعر الفراخ الساسو 85 جنيه مقابل 89 جنيه كما سجل سعر كيلو الفراخ البلد 107 جنيه بالبورصة وتباع للمستهلكين بسعر ما بين 115-120 جنيه لكيلو حسب المنطقة أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن تخفيض أسعار الفراخ بنسبة من 10-15% ليكون السعر تسليم أرض المزرعة حاليا 80 جنيه كما تم التوافق على خفض سعر كرتونة البلد 140 جنيه من مستويات 156 جنيه والتحاد الدواجن قال في بيان قبل كده أنه بدأ تطبيق الخطة من 2 إبريل إما بالنسبة لأسعار البلد في الأسواق سجلت مستويات 154 جنيه لكرتونة البلد الأبيض في المزرعة وبلغ سعر كرتونة البلد البلد 162 جنيه تصل للمستهلكين وكرتونة البلد الأحمر بتسجل 156 جنيه تصل للمستهلكين قد تزيد قليلا بحسب المنطقة وصل سعر كيلو البنيل يوم الأربعاء ما بين 180 ل190 جنيه بيختلف برضو سعر كيلو من تاجر لآخر سجلت أوراك الدجاج ما بين 97 ل100 جنيه لكيلو وصدور الدجاج بسعر 142 والكبد والأوانس بسعر 105 جنيه لكيلو وهياكل الدجاج بسعر 60 جنيه لكيلو وسعر كيلو البط الفرنساوي من 55 ل65 وحقق سعر البط المسكو في حوالي 90 جنيه أترك لحضراتكم التعليق سعر الدولار والعملات في مصر اليوم الأربعاء 17.04.2024 تحديث يومي سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء في البنوك وده من الأمور اللي بتهم مقطاع عريض من المواطنين خصوصا بعد ارتفاع سعر الدولار في البنوك والمؤسسات المصرفية إذ يعتمد المواطنين كثيرا على الدولار من أجل استيراد السلع إليكم سعر الدولار اليوم في البنك المركزي وأسعار الريال السعودي والعملات الأجنبية والعربية سجل سعر الدولار الأمريكي 48 جنيه 29 إرش للشراء و48 جنيه 42 إرش للبيع سجل سعر اليورو 51 جنيه 44 إرش للشراء و51 جنيه 57 إرش للبيع الجنيه الاسترليني سجل 60 جنيه 26 إرش للشراء و60 جنيه 40 إرش للبيع فرانك السويسري سجل 52 جنيه 90 إرش للشراء و53 جنيه و5 إرش للبيع الريال السعودي سجل 12 جنيه 87 إرش للشراء و12 جنيه 90 إرش للبيع الدينار الكويتي سجل 156 جنيه 79 إرش للشراء و157 جنيه و17 إرش للبيع الدرهم الإماراتي سجل 13 جنيه 15 إرش للشراء و13 جنيه و18 إرش للبيع أترك لحضراتكم التعليق سعر الذهب في مصر النهاردة الأربع 17 أربعة ألفين أربعة و20 ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء واللي بتسجل مستويات 3.260 جنيه للجرام من عيار 21 بعد تسجيل مستويات 3.280 جنيه في بداية تعاملات أمس مع استمرار تذبزه بحركة الذهب عالميا ومحليا بهبوط بلغ 20 جنيه أسعار الذهب اليوم عيار 24 سجل 3.749 جنيه وعيار 21 سجل 3.280 جنيه عيار 18 سجل 2.811 جنيه عيار 14 سجل 2.187 جنيه الجنيه الذهب سجل 26.240 جنيه بالنسبة لسعر الذهب العالمي افتتح سعر ألصة الذهب العالمي تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع محدود لتسيطر التحركات العرضية على حركة المعدن النفيس وذلك على عكس التوقعات اللي كانت بتشير لبداية قوية للذهب هذا الأسبوع وتتداول أسعار الذهب الفوري حاليا حول المستوى 2350 دولارا للأنصة ليسجل أعلى مستوى عند 2372 دولار وأدنى مستوى عند 2344 دولارا للأنصة ليسجل ارتفاع محدود بنسبة 2 من 10% ويأتي هذا بعد أن سجل سعر الذهب العالمي جمعة الماضية أعلى مستوى تاريخي عند 2431 دولارا للأنصة سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6 من 10% وهو الأسبوع الرابع على التوالي في المكاسب سعر السكر والزيت والسلع الأساسية في مصر نهاردة الأربع سبعتاشر أربعة ألفين أربعة وعشرين بيهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار السكر والسلع الأساسية بالأسواق لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية كالرز والسكر والزيت طبعا عارفين أن في بعض الأسعار السلع بتشهد تباينا نستعرض لحضراتكم أسعار السلع الأساسية اليوم الأربعاء سبعتاشر أربعة ألفين أربعة وعشرين بحسب آخر تحديث للأسعار في بوابة الأسعار سجل الرزة اليوم من 32 جنيل 36 جنيل كيلو سجل الفول المعبق اليوم حوالي 56 جنيل كيلو سجل الدقيق المعبق اليوم حوالي 27 جنيل كيلو سجل زيت عباد الشمس أصناف متنوعة من 88 ل 98 جنيل اللتر سجل السكر المعبق من 36 ل 42 جنيل كيلو سجلت المقارونة المعبقة حوالي 31 جنيه 55 قرش لكيلو سجل العدس المعبق حوالي من 65 ل 74 جنيل كيلو كان في مبادرة لخفض أسعار السلع بالأسوأ بنسب تصل لعشرين في المية في الوقت الحالي لتصل لتلاتين في المية بعد انتهاء عيد الفطر وذلك تضامنا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية اترك لحضراتكم التعليق واكتبونا لو في تغيير في أي أسعار التهى لحضراتكم في التعليقات تحت سعر الخضار في مصر اليوم الأربعاء 17 أربعة ألفين أربعة وعشرين شهدت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 17 إبريل ألفين أربعة وعشرين استقرارا في أسعار الخضروات خلال تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها وفقا لموقع بوابة الأسعار بالنسبة لقائمة أسعار الخضروات اليوم سجل سعر كيلو الطماطم حوالي 12 جنيه سجل سعر كيلو البطاطس حوالي 15 جنيه سجل سعر اللامون البلدي حوالي 28 جنيه سجل سعر كيلو البامية 45 جنيه سجل سعر كيلو الكوسة حوالي 14 جنيه بيتراوح سعر كيلو البصل من 18 ل 27 جنيه سجل سعر كيلو الجزر حوالي 10 جنيه سجل سعر كيلو الفصورية الخضرة حوالي 24 جنيه سجل سعر البذنجان الرومي حوالي 12 جنيه والملوخية حوالي 22 جنيه وكيلو الفلفل الرومي حوالي 23 جنيه بالنسبة لأسعار الفكهة سجل سعر كيلو الموز البلدي حوالي 16 جنيه سجل سعر العنب المستورة حوالي 34 جنيه سجل سعر كيلو التفاح حوالي 62 جنيه سجل سعر الخوخ حوالي 33 جنيه لو فيه أسعار مختلفة عن الأسعار اللي بقولها خلي بالكم إن أنا ما جيب الأسعار دي من بوابة الأسعار فياريت لو فيه أسعار مختلفة اكتبوا لنا وهنتابع مع حضراتكم جينا مع بعض لنهاية فيديو المخصوص بالأسعار قلنا لحضراتكم أسعار السوق المصري أتمنى أكون أفتح حضراتكم وقلت لكم أهم الأسعار في السوق لو فيه أسعار مختلفة عن الأسعار اللي أنا قلتها جايب من مصادر موثوقة ياريت تكتبولنا لو فيه أي تغيير في الأسعار أو فيه أسعار مختلفة ويا ريت تكتبولنا المنطقة كمان اللي حضراتكم بتشتروا منها السلعة ونشوف هاللمنطقة دي غالية عن باقي المناطق ونقارن ونشوف ليه الأسعار مرتفعة في المنطقة دة لو الأسعار مرتفعة في منطقة أو مرتفعة عن الأسعار اللي أنا قلتها لحضراتكم جينا مع بعض لنهاية فيديو الأسعار تمنى اكون خفيف على حضراتكم تقلتش عليكم ان شاء الله كان معكم اسلام الامير من قناتكم وصفحيكم مصر ميديا اي اي بي ان شاء الله شوفكم في فيديو جديد وقريب باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته